المباراة النهاردة ما بين معطرج بشدة على أداء منتخبنا وبين مساند وبين الزعلان يعني في ناس زعلانة بس مش مش بتكسر انت في قاني حت بص يا كريم انا من أول البطولة وحتى لما كنا بنتكلم في الحالة اللي فاتت ان انا في حاجة قلاني يمكن لي علاقة شوية بقصة تشكيل فرنس كتير بتتكلم ان ده مش قوامل اساسي منتخبنا لا انا شايف ان ده قوامل اساسي منتخبنا خصوصا على المستوى الدفاع وخط الوسط وحرص المرمى اه ممكن يكون الخط الامامي فيه عندنا غيابات كتير ولكن لما بيكون في مشاكل في الدفاع او مشاكل في حرص المرمى او مشاكل في خط الوسط يعرف ان احنا فعلا عندنا مشكلة اه ممكن يكون الخط الامامي فيه غيابات كتير محمد صلاح مرموش تريزيجيه مصطفى محمد عبدالله السعيد اه اوكي انا معك جدا فيها ولكن مشاكل الدفاعية بنعاني مشاكل الدفاعية ودي على مدارب بطولة مش بكلم حتى على المباراة دي لأنه ليس للمرة الشريفات كان كيروش أحسن مدرب وأعظم مدرب فمجرد ما يتغلب نقول أنه أفشل مدرب الموضوع ليس كده وإحنا حتى لو ما اتغلبنا النهاردة المباراة على فكرة كان ممكن نكسبها يعني لو كانت الكورة بتاعت مصابة فاتحي اللي كانت في حلق المرمى ولا قولة مرعون حمدي ده أعتقد أن الكلام سيتغير خالص فأنا ببصر الموضوع بشكل مختلف مش ده المهم المهم بطولة أفريقيا من بعدها تصفية كاس العالم المهم أننا نكون فعلا وقفنا على أخطأنا عرفنا المشاكل بتاعتنا فين عرفنا أزماتنا فين على المستوى الفني يكون كيروش عارف اللعيبة أكتر أنا شايف أن البطولة دي رغم أننا خرجنا منها أو رغم أننا مقدرناش نفوز بيها ولكن أنا شايف أننا كلها مميزات يعني معلش أنا هامشي شوية خارج يعني هامشي في خارج الإطار شوية وخارج السياق ولكن ده الواقع إحنا استفدنا فعلا من البطولة أنا معاك في الشكل اللي انت خارجه ده طبعا فكرة إن كيروش ممكن يكون فيه أخطاء طبيعي راجل لسه متولع على فكرة مسؤولية من كم مطش هو كيروش على فكرة مش بقاله معنا سنتين لأ ده راجل لسه ماسك انت عافي على رأيك وتقول إيه كمان في المقدمة النهاردة المداربين زي اللعيبة هو عنده مطشط هيبقى مش كويس فيها صحيح صحيح احنا بننتقد واحنا عاديين هنا على الترابيزة دي وفي الكاهرة يعني بننتقد بيب جورديولا نقول بيب جورديولا النهاردة ألف وكان سايق جدا لا يا كريم كمان ويحسب له ويحسب له صلاح قصة إننا النهاردة وسعت القاعدة أنا النهاردة كنا بندور في فلق 15 لعيب 20 لعيب ندور للعيبة الدوليني اللي يصلحوا لعب المنتخب مصر صحيح دلوقتي لا دلوقتي انت عندك أكثر من 40 لعيب وقول لك الحاجة في لعيبة تانية كتير تحت الميكروسكوب بس طبعا هو زيادة للعيبة قوي مش حلو ليه بدل ما يبقوا 15-20 لعيب يبقوا 40 لعيب أو مقبول الموضوع بس نوقف بقى أنا خلاص عارف إن القوامل الأساسي أو القوامل اللي أنا بفكر فيه 40 لعيب دول اللي هيكونوا متواجدين معي لما يجي اختار 25 لعيب منهم في الطولة لما يجي في معسكر اختار 30 لعيب أنا عارف إن دول اللعيبة اللي أنا بختار بينهم أنا أعتقد إنه هو في المرحلة دي هو يكون في مرحلة اختيار الـ 40 لعيب اللي هيكونوا قوامل متخب مصر في السنة 3 اللي جاي صحيح